وفي الشأن اليمنية حذرت تقارير أممية لليونسيف من تدهور أوضاع الأطفال في اليمن بسبب استمرار العمليات العسكرية هناك ونشر تقارير لها بأن نقص الغذاء والدواء وانتشار الحمى أصبح من الأسباب الرئيسة لموت الأطفال هناك ميدانياً يجوب مسلح القاعدة في مدننا بمحافظة عدن بعد سيطرتهم عليها ورفعت رأيتها على المبنى الإداري لميناء عدن يأتي ذلك فيما استعادت قوة الجيش واللجان الشعبية سيطرتها على عدد من المدن في تعز بعد معارك ضارية هناك في تغرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفول اليونسيف سجل مقتل أربعمائة طفل وجرح ستمائة آخرين منذ بداية الأحداث العسكرية في اليمن أي ما يعادل ثمانية أطفال يومياً وبحسب ما رصدته منظمات حقوقية دولية فإن الأطفال اليمنيين يموتون نتيجة نقص الغذاء والدواء ويموتون أيضاً نتيجة الحمى في المناطق الحرة والمناطق الداخلية نتيجة عدم وجود مستشفيات وتعطل الخدمات الصحية ميدانياً قال شهود عيان في اليمن أن مسلح تنظيم القاعدة سيطروا على منطقة بغرب مدينة عدن ليلة السبت وأن العشرات منهم أصبحوا يجوبون الشوارع ويحملون أسلحتهم بحرية تامة في عدد من المناطق في حي التواهي مؤكدين أن مسلحين آخرين من التنظيم رفعوا راية القاعدة السوداء فوق مباني حكومية منها المبنى الإداري بالميناء وكانت القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي والمدعوم من التحالف الذي تقوده الرياض قد أعلنت أنها استعادت السيطرة على المدينة من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد معارك ضارية الشهر الماضي إلى ذلك وبحسب وسائل أعلامية موالية لللجان الشعبية والجيش اليمني استعادت قوات أنصار الله والجيش منطقة الضباب مروراً بمنطقة الربيعي بالإضافة إلى جبل المنعم وجبل بحابح ومنطقة الروض بتعز بعد قتال عنيف هناك ومن جهة أخرى قالت الوسائل الإعلامية أن الجيش واللجان الشعبية تمكنت أيضاً من السيطرة الكاملة على موقع أي دار النصر ومشعل الحدوديان السعوديان في محافظة الجزان وفجرت برج الرغابة في موقع مشعل فضلاً عن إسقاط طائرة أباتشي إماراتية بين قرية الصلعاء وجبل يوسوف بمنطقة لودر بين محافظتي البيضاء وأبيان وهي أنباء لم تؤكدها مصادر سعودية